وللمزيد انضم إلينا هاتفيا الأستاذ صلاح وهبا الباحث بمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أستاذ صلاح يعني برأيك كيف استقبل الغرب موقف مصر الواضح الذي عبر عنه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال قمة الطاهرة للسلام والذي عبر بوضوح وبما لا يدع مجال أي تكهنات لموقف مصر الواضح تجاه القضية الفلسطينية أهلا بك يا فنجل وبالتدى المشاهدين الحقيقة من برأيك كلمة أستاذ الرئيس في قمة القهرة للسلام جاءت واضحة وصريحة في رفض مصر التام لمنع بسيطة القضية الفلسطينية وده اللي شاهدناه في تركيز الخصوات السياسة للقضية السياسية المصرية من أول من حصلة الأزمة في 7 أكتوبر الجاري وحتى اللحظة بنعمل على ضرورة استعادة مصر التلام وإن احنا نرجع حل الدولتين وإن يجب أن المجتمع الدولي أنه يعمل على حل القضية الفلسطينية بشكل نهائي بدل ما أن يكون فيه كل مجموعة سنوات جولات من التصعيد وتم بس لجهود لحتواءها لكن من الأصل أنه نحن القضية بشكل نهائي على أساس حل الدولتين على حدود عام 67 وجاء التأكيد المصري مبارح بشكل واضح واللي شاهدناه في سيم الساد الرئيس أن رفض مصر أن يكون فيه أي مقصطات لتهجير القصر للفلسطينيين أن هم يتبهوا ليه سيناء وما تابعوا من دعم عربي سوف نبالح كل الأطراف العربية التي كانت حضرة في كلمتها بتؤكد على رفض تهجير القصر للفلسطينيين وانتقالهم لسيناء وبرضو انتقالهم للأردن وذلك كان فيه موقف مشترك موقف موحد من مصر والأردن في صمة الرئيس يمكن أستاذ صلاحي ما تبعنا بالأمس كان انقساما واضحا في هذه القمة ما بين مؤيد للفلسطينيين وما بين مؤيد لإسرائيل شاهدناه في المواقف الغربية المختلفة ولكن ما تم الإجماع عليه هو الجانب الإنساني وأهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة كيف يمكن استثمار هذا الإجماع والبناء على ما تم توصل إليه في هذه القمة لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع هو البناء بقى من الفرح يعني احنا بقى شوفت قبل ما نقوم عددها الشيء في حيات المساعدة هي كانت موجودة وده هو أحد حقيقة أن هي عمل حضر مؤيد للسائل وبين مؤيد للفلسطينيين وكان في هذا التفكير في وجنات النظر لكن الجميع اتفع على ضرورة الحجد الدولي الإعظم لإسكال المساعدات الأشخاص نعم أشترك شكرا جزيلا الأستاذ صلاح وهباء الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية